خليني في الختام يمكن معنا دقيقة دقيقتين بتهيأ لي عم بفكر في تصريح بطرس في قيصرية فليبوس لما سأل يسوع من يقول الناس أني أنا بدنا إنسان قال له أنت هو يسوع المسيح ابن الله الحي جواب المسيح كان طوبة لك يا سمعان إن لحما ودما لم يعلن لك فالموضوع هذا إعلان إن أراد الإبن أن يعلن لك إذا ممكن تختمل بهذه الفكرة بالحقيقة إذا الإنسان ما استسلم لإعلان الله من خلال كلمته عن ذاته إذا بدك تتعرف علي أخي المحبوب ما فيك تتفرج علي وتستنتج لأنك قد تستنتج أمور بعيدة كل البعض أفضل شيئك تسألني اللي ممكن تعرفني على ذاتك وأنا إنسان مثلك فبإمكاني أني أنا استنتج عن الله مش هناك عندنا مئات الأديان في هذا العالم كل واحد استنتج وهناك إعلان إلهي من خلال كلمته فيما بقل له لأله أنا بظن أنك لازم تكون واحد اتنين تلاتة وسأعبدك على الأساس أو أني قل له يا رب أعلن لي عن ذاتك قال له إن دائما لحمة ودمن في الإنجيل تعني الطبيعة البشرية مش بسبب ذكائك وتميزك وفكرك الثاقب لكن الآب أعلن لك فأنا تشجيع لكل أحبيبنا مسيحي مؤمن مسلم ملحد أي أن يكون قل له تجرأ وقل له يا رب أعلن لي عن ذاتك لا أريد أن أتي إليك يا رب ببريسبوزيشنز يعني فرضيات مسبقة أنا أتي إليك يا رب كصفحة بيضاء ودون علي ما تريد أنا أسلمك قلبي أسلمك حياتي وفكري وأنا أبحث يا رب أرجوك أن تعلن لي عن ذاتك أخيرا اللي أحب أقوله لو لم نعرف قصة تجسد وقصة المسيح وتسألنا إذا كان في إله خالق وتجسد وأتك بشر ماذا كنا نتوقع منه أن يكون توقعنا منه حياة الكمال والمسيح كان كامل توقعنا منه المحبة وهو محب توقعنا منه أن يعمل أعمال الله ماذا عمل المسيح لم يظهر عن ذاته بأنه هو الإله الذي تجسد آمين آمين شكرا جزيلا أخي شكرا لك ويبارك خدمتك بس الشيء اللي لفت انتباهي أعزائي المشاهدين أنه كل هذا الإعلان العظيم هو من أجلك من أجله هذا الإعلان المخلص عندما تضع ثقتك وإيمانك في شخص الرب يسوع وتؤمن به إيمانا قلبيا وتعترف به أنه هو رب هو يسوع ابن الله الحي عندها تنال الخلاص الكامل أنا أصلي من كل قلبي أن هذا الإعلان يكون من نصيبك اليوم ربنا يباركك ويكون معك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر